حرصا منها على السير بخطوات حثيثة نحو توفير حلول مبتكرة من خلال حزمة المبادرات غير التقليدية لتلبية الطلب المتزايد على السكن شرعت وزارة الإسكان في تطوير الخدمات الإسكانية من خلال السكن العمودي بهدف تقليص مدة انتظار حصول المواطن على الخدمة الإسكانية وتسريع وطيرة الحصول على التمويلات الإسكانية توفير المسكن المريح والمناسب يعتبر من التحديات في الوقت الحاضر نظرا إلى محدودية الأراضي ووزارة الإسكان خلقت عدة حلول للتغلب على هذه المشكلة وإنشاء بيئة مناسبة للسكن ترعى احتياجات الفرد والمجتمع حيث وضعت الوزارة عدة حلول منها السكن العمودي وذلك من خلال تصميم أحياء سكنية تتناسب مع الثقافة والعادات وتلبي الاحتياجات المختلفة مثل الترفيه والتعليم والعبادة وغيرها من الأساسيات الوزارة حاليا تعمل على تطوير الجيل الخامس والسادس من العمارات السكنية الجيل الخامس راح يتم بناءه في مواقع العمارات السكنية القديمة بالنسبة إلى الجيل السادس راح ينفذ في المدن الإسكانية الجديدة وفعلا بدأت الوزارة بتنفيذها في مدينة سلمان ويتميز بأن مجمع سكني متكامل الخدمات الشيء اللي أحب وضحه أن الوزارة في تطويرها إلى العمارات السكنية ما ركزت فقط على التصاميم المعمارية للمباني أو طرق التنفيذ أيضا ركزت على جوانب ثانية مهمة يمكن من أهمها جودة الحياة حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة الإسكان تحرص على توفير السكن الاجتماعي الملائم لمختلف المواطنين أخذة في الاعتبار أهمية الانسجام الداخلي والخارجي للأسرة وجيرانهم لسي مقاطن العمارات السكنية ومن أجل ذلك تم إصدار عدد من القرارات والقوانين المنظمة للمنتفعين من الشقق الإسكانية في هيئة اتحاد يشارك من خلالها المنتفعون عبر تشكيل مجلس إدارة المنتخب اتحاد المنتفعين يمكن نعرفه بأنه وسيلة أو نظام للتواصل والتفاعل بين سكان العمارة وبصراحة الوزارة سعت إلى دعم هذا النظام بطرق مختلفة يمكن من أهمها الدعم الإداري والقانوني والتوعوي والمساندة في تأسيس هذا الاتحاد أيضا قدمت الوزارة مجموعة من التسهيلات المشاركين في اتحاد المنتفعين يمكن نذكر منها وجود فترة سماح لدفع الأقصاط المستحقة وصل إلى ستة شهر أيضا صرف علاوة السكن مددتها إلى مدة ثلاثة شهر من تاريخ استلام الخدمة أيضا الحكومة قدمت الدعم المادي للمواطنين من خلال المشاركة بدفع 60% من رسوم التحاد المنتفعين مقابل 40% يدفعها المواطن يعني المواطن يدفع في حدود 10 دينار فقط تسعى وزارة الإسكان عبر حلولها المختلفة إلى خلق بيئة سكنية صحية ومنظمة تساهم على المدى الطويل في الوصول لنسب عالية من التعايش والراحة المشتركة بين المنتفعين وتطبيق الأنظمة واللوائح بصورة حضارية تحقق أهداف المواطنة وتوفير السكن الاجتماعي التي تعمل عليه وزارة الإسكان وفق أحدث المعايير المعمارية والاقتصادية والبيئية لتحقق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية التي تتصدر الأولويات العصرية بما يحقق الاستقرار والراحة للأسر شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكرا للمشاهدة